الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الهداية من أعظم هدايا رب العالمين على عباده المؤمنين والهداية لا تكون إلا من الله في أحد الأيام بعض الأعراب أراد أن يتفاخر وأن يمن على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه آمن وأسلم فنزل القرآن بقوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين هو الذي هداكم وهو الذي أخذ بعيديكم من ظلمات الجهل والكفر إلى أنوار الإسلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنعم الله عليه بتلك النعمة وامتنى بها عليه كما في القرآن الكريم يقول جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تعلم عن هذا شيء ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي أي بإذن الله إلى صراط مستقيم يخبر الله جل وعلا نبيه عن حاله قبل الإسلام وكيف كان هائما باحثا عن الحق حتى هداه الله إليه بل جعله أفضل خلق الله أجمع فيقول جل وعلا لنبيه ووجدك ضالا باحثا عن الحق هائما فهدا حتى في الجنة من أعظم ما يتذاكر أهل الجنة نعمة الهداية التي تسببت في دخولهم إلى تلك الجنة ولذلك يقول جل وعلا عن حالهم وعن مقالهم في الجنة اللهم اجعلنا معهم يا كريم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نعمة عظيمة ولذلك كان دائما ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ربه تلك النعمة بأن يزيده منها فكان يدعو صلى الله عليه وسلم كما سجل الصحب الكرام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والقنى جريد بن عبد الله يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يثبت على الخيل فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل أو يضع يده على صدره ويدعو خالقه ويقول اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا دعا له بالهداية حتى مع الأعداء هذا نبي الرحمة ونبي الهداية أرسله الله نورا للعالمين مع الأعداء كان يدعو لهم بالهداية ويستجيب الله دعاءه في أحد الأيام يأتيه الطفيل بن عمر الدوسي طفيل ذهب لقومه بعد أن آمن وأسلم ودعاهم للإيمان فأبوا جميعا ورفضوا بل وعاندوه فأتى وهو في قمة الغضب منهم ليريدون أن يترخوا الجاهلية ويبتعدون عن نور الإسلام فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت فاضعوا الله عليهم يا رسول الله أتدري ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وات بهم فآمنوا أجمعين نعمة الهداية ينبغي أن نسير في طريقها حتى يزيدنا ربنا منها قال جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى حينما تقبل عليه يفتح عليك من أنوار الهدى ما لا يعلمه إلا هو جل جلاله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا في الأمم السابقة قوم في وسط عبادة الأوثان أرادوا أن يعبدوا الله فلجأوا إليه راجين منه سبحانه أن يهديهم وأن ينور قلوبهم فهذاهم وجعلهم آية للنور والجمال عبر الأزمان أهل الكهف وقص علينا نبأهم في القرآن فقال جل وعلا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فاللهم اهدنا يا هادي يا كريم وارحمنا يا رحمن يا رحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ترجمة نانسي قنقر